أعيز أتكلم مع حضراتكم عن مباراة بيراميز الأخيرة في نهاية كاس مصر والتوابع بتاعتها اللي يمكن عشان أتكلم اللي حصل في الملعب أو في المباراة لازم أشيد بجماهير النادي الأهلي العظيمة اللي حضرت جوه الأستاذ واللي كانت كمان بره الأستاذ واللي كانت بتتابع المباراة جماهير النادي الأهلي لي صاحب الفضل بعد ربنا وتوفيقه في مكاسب النادي الأهلي وبطلاط النادي الأهلي لعيبة النادي الأهلي والروح العالية كمان لازم أشيد بيها اللي شفناه في الملعب يعني خلينا أتكلم بصراحة بقالنا كتير ما شفناهوش من لعيبة النادي الأهلي روح قتالية عالية جدا يمكن شبيهة باللي شفناها في ماتش الهلال السوداني تصميم على الفوز أكتر رغبة في الفوز من الفريق المنافس الفريق المنافس كان عنده الطموح أنه هو يكسب أول بطولة ليه بس مش هتيجي على حساب النادي الأهلي ممكن تيجي على حساب نادي تاني بالنسبة لفريق بيرامز الطموح هي مباراة وانتهت وخلاص خلصت فنيا واتكلمنا فيها كتير والنادي الأهلي خد الكاس وهم خدوا المركز التاني وخلاص ويستعدوا كمان للماتش اللي جاي خلاص هم هنا تلعم الملعب وعلى ثقة ويقين أنهم خسروا الماتش في الملعب والبطولة انتهت والنادي الأهلي زي ما أقول حضراتكم هو اللي كان الأفضل هو كان لأكتر استحوازا هو كان الفرص أكتر على المرمى هو اللي كان أكتر رغبة في الفوز وقدر النادي الأهلي أنه ينهي اللقاء عن جدارة واستحقاق واستحقاق وحمل كاس مصر المرة التمانية وثلاثين ورقم خياسي طبعا الرقم اللي قبله كان برضو النادي الأهلي سبعة وثلاثين مرة وهو بيحطم أرقامه كياسية كعادة النادي الأهلي دائما ولكن طبعا وكالعادة بعد المباربة صراخ عويل من منافس مالوش دعوة خالص بالبطولة منافس خرج من البطولة ما كانش ليه أي وجود كانوا بس بيتفرجوا على الماتش قدام شاشات التلفزيون حتى تكسفوا ويروحوا الملعب يشجعوا الفريق المنافس اللي هو بيرامز كان كل أمالهم أنهما بعد الماتش يستقبلوا لعيبة بيرامز بزفة بلدي زفة بلدي لأنه كسب النادي الأهلي وده اللي ما حصلش كلنا كنا حاسين بيهم خصوصا لما حمدي فتحي جاب جول الفوز تحس أنه هو حمدي فتحي جاب الجول في شباك النادي المنافس ده مش في شباك بيرامز هرجع أكمل كلامي لأنه عايز أتكلم كلام كتير عن الموضوع ده وعن غيره ولكن الأول حنروح لفاصل وبعدين نرجع مرة أخرى بعد الفاصل نكمل كلامنا مع حضراتكم انتظروا